موسيقى اكتب معادلة التفاعل الحادث بين CH3C1 et NH3 معادلة واضحة حمد يتفاعل مع النشادر والنشادر هو الاساس هذا شيء معروف نحصل على ماذا؟ هذا يفقد البروتون نحصل على CH3CO- الاساس المرافق له شاردة الاتانوات NH3 يكتسب البروتون ونتحصل على شاردة الامونيوم NH4 Plus هذا اول شيء في السؤال بطلب مننا مباشرة احسب ثابت التوازل كنحنا في هذا التمرين ما اعطانا لا كمية لا حجم لا تركيز لا PH لا اي شيء بسا نعلم شيء واحد نعلم لديو PKA عندنا PKA سيما هنا لازم تمزير ما اعطانا لا توجد ما اعطانا لا توجد PKA CH3 COOH CH3 COO- حسبناه من قبل 4.76 في التمرين اعطي حسابه و اعطي كذلك تستطيع التخدم به و اعطي 4.76 و اعطي و اعطي PKA الثنائية الاخرى وهي NH4 Plus NH3 هذا كذلك معطى في التمرين في النهاية و اعطي PKA2 و القيمة 9.2 اعطانا 2 PKA لها لها لذلك اعطي لها لذلك سوف نقوم باقد لا استطيع كذلك انت اعطي الان كذلك ما عبارة K علي عبارة K هي تابعة التوازن جداء تراكيز النواتج الاجداء تركيز المتفاعلات ستا دير هادي في هادي على هادي في هادي و هنا تنسيوم مكشم كين لنهج 3 كا سيكوا نقول جيداء سيهج 3 سيهوهو موان الهتا final bien سير الهتا ديكيليب فو مادا نهج 4 نهج 4 الهتا ديكيليب 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 الهتا ديكيليب الهتا ديكيليب كيف كيف الهتا ديكيليب على مادا على جيداء المتفاعلات الهتا ديكيليب سيهج 3 سيهوه على كذلك او في 1ه 3 الهتا ديكيليب نتابهو دونك بعد ذلك انا نشوف بللي عندي غير كا تعلو ولا وتعلية عندي كا دونك عندي كا لابرميار ديكيليب كون نكتبو عبارة كا 1 وش عليكم كا 1 اللي هو عشرة وسنقص بكا 1 صح ما عبارتهو انتو ما في ورقة تواس خلوجيك ما كتشوف بللي عندي غير هادا لو بتقول بللي عندي كا ما عبارة كا باسك مادام هادو بالتركيز وانت عمبالك بلل كا يتكتب بالتركيز انتابهو سيكوا كا 1 تعلية تونييه هادي سيكتبو عبارتهو تركيز الاساس تونييه انتابهو سيكه 3 كا 1 وموين لأتا ديكيليب مدرو في مادا فلاش 3 ومس لأتا ديكيليب لأكو وقسم مادا كا 3 كا 1 هاد paint لأساس تونييه كا 2 بالتونييه التانيه وهذا ما هي النقص بكا 2 disekتبهو هاد التونييه الإساس هي لنح 3 الح向 هدل هيد لانتلاح 4 كيف يتكتب هذه العبارة احمzeń تركيز الاساس وهو sistم اset ادكيليب مدروف هادكيليب وهذا قسم الحمض وهذا قسم الحمض وهذا قسم الحمض هل كتبتم عليه؟ هذه هي معطيات التمرين معطيات السؤال عندي غير هذه لذلك القيمة هذه النسبة وهذه النسبة موجودة لدينا النسبة لذلك نعرفها لذلك نعرفها لا تدخل بصح نسبة هذه ونسبة هذه لا تدخلها في العبارة هذه لاحظوا أولا لاحظوا بالأمر هذا CH3CO- هذا وهذا CH3CO- كتركيز موجودين هنا وموجودين هنا موجودين موجودين وموجودين هناك شيء H3O Plus لو أدرب البسط فلاش 3O Plus والمقام فلاش 3O Plus لا تدخل لذلك لذلك نضرب ونقص لا نقص ونضرب H3O Plus لا تدخل لو أدرب البسط فلاش 3O Plus والمقام فلاش 3O Plus في الوصف لذلك نضرب في الوصف لذلك 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 فلاش 3O Plus انا نضرب ولذلك لذلك 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 ونضرب هذا ونضرب هذا في هذا 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 يمكننا نعوده بـ K-A1 هذا من الابل نحمر يساوي يساوي ماذا ? يساوي يساوي كا 1 نتبه دركان اللي بقاو سيكون اللي بقاو 1H4+, 1H3, H3 و PLUS نتبه كنجين لهنا اسك موجودين في عبارة K2 1H3, فلاش 3 و PLUS على 1H4+, ما هو إلا K2 ستدير هادا شوفوا مليح هادا و هادا و هادا زوج هادو موجودين لهي في المقام ها 1H3 فو H3 و PLUS هنه عراهم في المقام و 1H4+, فل بست طرح بيان و شنجين كتبه هادا دان سكا ديجا لغينا K1 على ميدا على K2 أو في واحد على K2 ستدير سكا 1 سكا 2 سكا 2 سكا 2 سكا 2 سكا 2 سكا 2 و هادا سكا 2 سكا 2 و K2 هناك تفاعل تشارك فيه زوج تنائيات هاهي اللولا و هادي التنية كما كتبنا هم ديجا من كون إذا عالمنا K2 أو BK تحت تنائيتين دون دون أن تعطى أي معلومة على المحلول الذي نتحصل عليه ب مزج محلول لحمضي محلول حمض و محلول أسس نقدر نحسبه ثابت التوازن تتفاعل مباشرة باستخدام ثوابت الحموضة للثنائيتين المشاركتين في هذا التفاعل وهو قانون يمكن البرهان عنه فسيلا دون كي تحصل لشاك فا سكتش دوا فاق تدرب لاش تخو بس في البسط لاش تخو بس في المقام ستبرهن لأي علاقة في أغلب الأحيان بس كرح تتحصل على الكاءة والكاءة مدم ثابت فمهما تكون الكمية الابتدائية مهما يكون التركيز المولي الابتدائي تأكل محلول مهما تكون الكمية الابتدائية لكل محلول مهما يكون الحجم تأكل محلول تأكد أن هذه العلاقة لن تتغير فلو تفاعل سي اش تخو سي واش مع اناش تخو اعطى سي اش تخو سي وموائي اناش كاتبريس التفاعل الكيميائي هذا عند التوازن له هذا الثابت الذي يسوي كاء اا سو كاء ادو حابين برك نستغلوا هاد النتيجة نحن عندنا ثنائياتين يشاركوا في التفاعل انتنى تwangنو في التفاعل الخلاف عندك ثنائياتين يشاركوا فيه انت Antarctica التى هو كاء كاء إلى واحدة إلى كاء أو كاء تعتنائية إلى كاء تعتنائية من إبقى الذي يوضع في البسط من كاء الذي وضع في البسط انت أن يعطيك دي كاء بكاء ويقول برهنني وانتا حب تتذكر بارك اموال عبارة هذه بكيت برهن تكون سير من روحك بليك صحيح شكل يراه في البسط اخي كاء ايسمه اهتابة الحمودة انا نقولكم بالي كاء اه في البسط هو كاء الحمد المتفاعل كاء التنائية الحمد المتفاعل بس كالك كاء اه تعمل تعتنائية هادي دونك شكل الحمد المتفاعل سيسياش طوة سواش دونك الكاء اللي تحط في البسط سي كاء الحمد المتفاعل وفي المقام كا تعمل؟ تعمل الحمد الناتج نقولكم هكا سي كا 2 كا 2 سي الحمد الناتج هناك حمد متفاعل وهناك حمد خليوا كا للأحمد وعبروا به عن الأحمد وقول العبارة هذي تبقى ثابتة حيث كا في البسط سي كا الحمد المتفاعل وكا في المقام هو كا الحمد الناتج فهناك كا شوفو مليح سي 10 بيسانس موان بي كا 1 نتابهو على 10 بيسانس موان بي كا 2 كا 1 سي 10 بيكا 1 نبليه با كونت الله دروك 10 بيكا 2 لفوك جوري او نووال الناتج يوليان دي 10 بيكا 1 مدروك في 10 بيكا 2 لتتكتبا لفن كاما ديو سيوي سي 10 بيكا 2 موان بيكا 1 ونقولك هذي تاني يمكن نعتبارها النتيجة سي تدير لكا سي 10 بيسانس بيكا 1 موان بيكا 1 بساها هنا اللي هي كان نسبة وهنا ماذا هنا فرق شو كل بيكا 1 اللي نبدأ به سي بيكا 1 البيكا 1 من الأسس نقارن نستخدمه للمقارنة بين الأسس الضعيفة من حيث القوة من البيكا 1 الذي نبدأ به القانون هو بيكا 1 الأساس المتفاعل سي تدير بيكا 1 تحادي ناقص بيكا 1 تحادي بالنسبة للأحماض أو حما إلحار كا 1 90 كا 2 الحمد المتفاعل في البسط أما بالنسبة للحشرة كا 1 تحادي تحادي كالجدود هو بيكا 1 الأسس ل المتفاعل وهنا بيكا لحอยهاتي هل يمكن أن تحساب هذا المقدار هذه هي عبارة كا وهذه هي طريقة حسابك وهو ثابت الآن عشرة أس هنا هذه تسعة فاصل تنين وتنقسلها ربع فاصل ستة وسبعين le résultat يخرج 10 puissance quoi en fin de compte 9,2-4 76 9,2-4 76 4,44 4,44 4,44 le résultat 10 puissance impossible 10 puissance 4,44 2,75 10 puissance 4 9 2,75 10 puissance 4 شي مهم جدا كملاحظة فقط نزيد المدها هنا لأن الملاحظات في التمارين أفضل دوما من الملاحظات ما اللي تكون في الدروس إذا كان أكبر من 10 إذا كان إذا وجدنا أن K يتعدى 10 أس أربعة نقول لنا التفاعل تم أصلا نقول لنا تم بس كنت حسب لتحسيب لتو هنا تلقى 0,89 سوكي بروب لي 1 و تقدر تقول عليه مباشرة تم يا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر